الجروح قضية من القضايا المهمة جدا انا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط زغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد هروح للجفون ايه اسباب تراخل الجفون مفيش حد مننا بيحب تلقى النظرة بتاعته حزينة او مرهقة او متعبة عملية تجميل الجفون من العمليات المؤثرة جدا في النقطة دي هنذهب الى الألف الأنف عملية المليمترات عملية الحريفة مش اي جراح تجليل الأنف من الحاجات اللي لازم لأجزاء بتاعتها تبقى متناسقة مع بعضها والأنف على بعضها تبقى متناسقة مع الوجه اهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا جدا نظرا لدي تنوع وقيمة المطمون العلم اللي هيتقال النهاردة وايضا لقيمة ضيف الكبيرة خلينا اقول لكم انه النهاردة عندنا كثير من الأسئلة متعلقة بعالم التجميل الجروح قضية من القضايا المهمة جدا جدا الجروح والجروح اللي هي سهلة ام صعبة التعامل معها ايضا بعض المشاكل التجميلية اللي جراحات تجميل قفصت فيها قفصة هائلة تجميل الأنف تجميل الجفون هذه المنطقة التي تغير تماما شكل الإنسان اذا جملت تغيره للأفضل استعملت طبعا بشكل جاي برضو الكثير من المشاكل اللي نقدر نقول عليها شبه كونجينيتل يعني الإنسان منذ صغر بيعاني منها زي الأذن الخفاشية أذن الخفاشية دي شيء مزعج جدا لشكل أي إنسان مش حلوة خالص يعني مثلا مناخيرة كبيرة من الناس بتحب المناخيرة كبيرة مش عارب ايه ممكن نبقى فيها قوالات يعني لكن أذن خفاشية لازم تزبط الشيفة الأرنبية طبعا يعني من القضايا الطبية شديدة الأهمية والمناطق الجراحية شديدة الأهمية برضو الأنف لأنه تجميل الأنف كما أقول أنا ده منطقة الحرفانة المطلقة ده بقى يا عم ده ميس التجميل ده رونالدو التجميل محمد صلاح طبعا أهم التجميل يعني الحريفة بس هم اللي بتعاملوا مع الأنف النهاردة واضح أنه القصة متنوعة والمواضيع عديدة ومهمة جدا وضيف شديد الأهمية قيمة علمية كبيرة واسم كبير الحقيقة حمل على أعتقه يعني بناء عالم جراحة التجميل في منطقة الشرقية ومنطقة شرق الدلتا أيضا ما شاء الله أداء علمي أكاديمي رأى على مستوى ماصر كلها وممتد هذا الأداء إلى الوطن العربي وأيضا إلى العالم أجمع اسم مصري عالمي إقليمي متميز للغاية هو ضيف العزيز الأساس الدكتور على نبيل الصدق أهلا بيك دكتور أهلا بيك دكتور أيمن وأهلا بكل مشاهدي للناس الحلو نورنا وهندل على السلامة والحقيقة كالعادة بنفخر جدا بجهدك الكبير جدا على مستوى العمل الكلينيكي على مستوى العمل الأكاديمي على مستوى حتى العمل الإداري كفيه مواحدة من سلوح الطبية الموجودة في مصر الله يخليك عايز أبدأ الأول به الجروح لأن هي منطقة جراحية معقدة شوي الحقيقة جروح الوجه من الحاجات اللي لها أهمية كبيرة في حياتنا لأنه ممكن تلاقي واحد ابن ناس عادي جدا اتعرض لحادث حصل له جرح وعلامة في وش ويبدأ المجتمع بتاعنا يصنفه على أنه ده بتاع مشاكل ويبدأ يتعامل معه على هذا الأساس طيب إزاي نتعامل مع الأسار جروح الوجه عندنا فيه جرح قديم في الوجه نعمل مع إيه؟ عشان نبقى بنتكلم بطريقة علمية لازم نعرف إن فيه حاجة اسمها خطوط الوجه خريطة كده لكل جراحي التجميل يبقى هو عارف إن لو الجرح بتاعه ماشي موازي لخطوط الجلد دي الجرح هيبقى كويس بالكريمات بلازقات بجلسات يعني لو هنا السادة المشاهدين بصوا هنا هنلاقي ده الخطوط أو الخريطة اللي بيمشي عليها كل جراحي التجميل لو نلاحظ لها اتجاه طيب إزاي نتعامل مع الجرح بقى؟ نشوف اتجاهه هل اتجاه بتاعه ماشي موازي لخطوط الوجه؟ ولا زي الصورة اللي موجودة هنا ماشي عكس خطوط الوجه؟ لو الجرح ماشي موازي لخطوط الوجه ما فيش مشكلة خالص لأن يعني كل ما العضلات تشتغل أكتر تقوم تقربه من بعضه أكتر بالكريمات والجلسات الأمور بتبقى كويس النوع العنيد بقى من الجروح اللي هو زي الصورة اللي احنا عرضينها دي الجرح ماشي عكس خطوط الجلد طب إيه مشكلته؟ مشكلته إن العضلات بتاعة الوجه لأن فيها عضلات تعبيرية والحركة مستمرة طبعا كل ما العضلة تنقبض تقوم توسعه من بعضه أكتر مشكلته الجرح بيوسع ولو فيه دقن مثلا زي الصورة الموجودة نلاقي أصبح فيه فاصل في الشعر بتاعة الدقن وبالتالي بتبقى الموضوع إيه؟ الحل اللي كان بيتعامل للمباشر إن الدكتور يروح شايله ويروح مخياته تاني وبالتالي على نفس اتجاهه القديم ما كانش يبيدي نتيجة في آخر مؤتمر في جمعية جراح التجميل المصرية عرضنا حالات كتير لطريقة في هذا الموضوع بتتكون من حاجتين أول حاجة زي ما احنا شايفين الصورة كده بنشيل الجرح لكن مش بنشيلها في الاتجاه القديم لا أنا بحول الجرح الكبير اللي ماشي عكس خطوط الجلد لخطوط زغيرة زي ما احنا شايفين ماشية مع خطوط الجلد طب إزاي نمنع إنه هو يوسع بقى؟ في طبقة تحت الجلد اللي احنا بنسميها الإسماس بتبقى مغلفة للعضلات بنعمل فيها غرز بطريقة معينة بحيث إنها تقرب لنا الجرح من بعضه تمنع إنه هو يوسع تاني مع الحركة العضلات التعبيرية بتاعة الوجه لو جينا شفنا كده النتائج بتاعتها الحقيقة ناخد النتائج يعني لما نيجي نشوف هنا ده نفس المريض نلاحظ إن الجرح إيه الأخبار بتاعته؟ الجرح اتحول لزجزاج وفي نفس الوقت لو في منطقة فيها شعر يبدأ الشعر ينمو فيها كمان مر الحقيقة النتائج دي مش بناخدها تاني يوم على طول لازم يحصل حاجة اللي بنسميها ماتيوريشن أوفزا سكار يعني إيه؟ يعني لازم يكتمل الالتقام بتاع الجرح وده بياخد له من 6 شهور لسنة تقريبا علشان ياخد النتيجة اللي احنا عايزين وعشان كده لما نيجي نبص هنا مثلا حاجة من البرد والجروح احنا عملنا يعني نفس الطريقة وده النتيجة الحقيقة يعني ما نقدرش نقول عليها 100% لأن 100% دي اللي هي ايه ده خلق تربنا يعني لكن احنا بندي تحسن معنا 80% ل90% في جروح عنيدة ما كانش لها علاج مرضي قبل كده الحقيقة هزا بقي العملية أنا براها برضو إمرجنس يعني في عمليات إمرجنس الأذن أنا شايفها إنها عملية طوارئ يعني الطفل يعني والأولاد ومش عارف إيه وشكله مفيش شكل حلو مع أمطل تمام هي الأذن دي من الحاجات الغريبة جدا ليه؟ لأن هي أساسا مش موطن من موطن الجمال يعني مفيش واحد ييجي الواحد كده يقول له الله ده ودهنك دي جميلة قوي لا مفيش الكلام ده ولا بتلفت الانتباه أصلا إلا إذن حصل فيه بروز فيه أول ما تبرز اللي هي في الأذن الخفاشية نلاقي فجأة كده خدت كل الاهتمام وخصوصا في السن الزغير فنلاقي الطفل يعني لو جينا بصينا مثلا طفل زي ده كده اللي هو قبل العملية هنلاقي البروز بتاع الودن اللي هو الأذن الخفاشية بدأ يلفت الانتباه وعشان كده بنحب نعمل عملية دي قبل دخول المجرس لأن لو دخل مع الأطفال زميله النظرة أو اللفت النظر بتاع الأذن الخفاشية هيبدأ يعرض الطفل للسخرية من الأطفال اللي حواليه وخصوصا لو هو زاكي الأي كيو بتاعه عالي بيبدأ يلاحظ السخرية في عيون اللي قدامه فيبدأ المشكلة تبحول من هنا الودن لمشكلة إيه نفسية لو ما تعالجتش فيه أطفال كتير تلاقيه مش عايز يروح المدرس ليه لأنه حاسن فيه يعني سخرية ونقد من من الحواليه في ناس طبعا بتقدر تتكيف It's okay لكن إحنا الحقيقة بنحب بنعمل الكلام ده قبل دخول المدرسة والعملية بتبقى بسيطة لأن إحنا بنعمل فتحة بتبقى موجودة في الطاية الجلدية ما بين الأذن وبين الرأس من خلالها بنفتح النكش في الغضروف ونبدأ نعمل نحت لهذا الغضروف علشان نعيد تشكيله مصبوط وبنثبته بالغرز بحيث أنها إيه تاخد الوضع الطبيعي بتاعها والمشكلة بتخلص والنتيجة بتباني الحقيقة مع أول غيار يعني برضو يفضل إن إحنا نعمله قبل دخول المدرسة لكن مش قبل سن أربع سنين حتى يكتمل النمو بتاع سوان الأذن لأن زي ما السادة مشاهدين عارفين إن الأذن دي بتتكون عندنا فيه تلات حاجات فيه أذن داخلية دي اللي هي مسؤولة عن السمع وأذن غسطة المسؤولة عن الاتزان الأذن الخارجية اللي منها سوان الأذن وبالتالي العملية اللي فيها لا تؤثر على موضوع السمع نهائي لأن هي أساسا مش الوظيفة بتاعتها الناس كتير من خلال كلام حضرتك عن بداية العملية يعني من سن سن ستين بداية المدرسة يعني هيعتقدوا منها عملية للأطفال طب الناس اللي كبرت بيودناها لك طبعا لأن إحنا عندنا فيه ناس ما كانتش تعرف إن لها عليك وما قدرش يتكيف معه وزي ما اتفقنا هو طفل المشكلة كانت هنا وهو كبير المشكلة هنا فيبدأ إيجي لنا يعني ده الناس بتيجي في العشرينات إيه الموضوع الأذن الخفاشي عادي بتتعالج عادي بنفس الكيفية وبالبالعكس بتبقى مخدر موضوعية كمان أكبر واحد عملت له العملية دي كان سنة ده كان 45 سنة حتى أنا نفسي بنت مستغرب يعني عايش بـ 45 سنة مش قادر يتعايش معه هنذهب إلى الأنف الأنف عملية المليمترات عملية الحريفة زي ما أنا قلت بقى يعني مش أي حد مش أي جراح تجميل يعني صح؟ هي بالضبط كده ليه؟ لأن الأنف دي حاجة صعبة إخفائها يعني ممكن تكون وش جميل جدا لكن الأنف فيها ديفو يبقى ظاهر جدا الأنف من الحاجات اللي لازم الأجزاء بتاعتها تبقى متنسقة مع بعضها والأنف على بعضها تبقى متنسقة مع الوجه الأنف إحنا عندنا فيه جزء عظمي اللي بتحط عليه النضارة وعندنا فيه جزء غضريف اللي بنمسكه بالمنديل كده معنا ممكن الأنف تكون طويلة ممكن الأنف تكون عريضة ممكن يكون فيه وجاج في الحاجز الأنفي كل طبعا جراحة تجميل الأنف بتتعامل تماما مع كل هذه الموضوع وطبعا كل حاجة على حده بنحدد المشكلة أول وبعد ذلك نبدأ نتعامل معه فيه طريقتين حقيقة الطريقة المغلقة إن إحنا بنعملش أي جروح في الوجه وبندخل من جوة الفتحات بتاعة الأنف ونبدأ نتعامل بحيث إن إحنا نشوف إيه المشكلة موجودة فين موجودة في الغضريف موجودة في العضب المناخير مثلا زي الصورة هنا ده عندنا فيه محدبة فيه عضب عايزين نتعامل معاه بحيث إن إحنا نصل بالأنف لحاجة مرضية من ناحية المريض ومن ناحية الطبيب وطبعا لازم وجهات النظر بتاعة المريض والطبيب تطبق مع بعضه يعني المريض بيجي بديه المراية ويقوله إنت بتشتكي من إيه يعد هو يوصف لقينا الكلام ده ماشي مع الناحية الطبية يبقى في الحالة دي بنبدأ نتدخل وبنبدأ نتعامل وبعد العملية بيبقى فيه بعض التورم وبعد كده بيقل تدريجيا يعني زي الصورة مثلا اللي إحنا شايفينها كده كان عندنا المناخير يعني اللي هي معقوفة وكان عندنا برضو طويلة شوية وكبيرة شوية كل الكلام ده طبعا تم استدراكه في العملية ودي الصورة بعد ثلاث شهور وعندنا الحقيقة صور كتير بس عشان خلصية المريض ما نقدرش إن إحنا نعرضها كلها طبعا نشوف نموذك لأنه كمان إحنا عايزين نحصل على أكبر قدر من العلومات في ظل وجود سياتك معنا النهاردة فعايز برضو نروح للشفة الأرنبية الشفة الأرنبية من المناطق اللي برضو الجراحية الإمرجنسي بقى مشان دي طوارئ بقى يعني دي على طول في الطفولة حدش يعيش بشفة الأرنبية طبعا لأنه الطفل بيتولد يعني فجأة الأب والأم بيلاقوا حاجة مش متعودين عليها قبل كده الشفة الطبعية لا ده إحنا عندنا فيه شق موجود سواء على جنب أو على الناحيتين فطبعا بيحصل نوع من الصدمة النفسية للأب والأم رغم أن العلاج بتاعنا سهل يعني لو جينا شفنا هنا حنلاقي فيه شفة أرنبية ممكن يكون معاها شقف سقف الحل أو ممكن تكون لوحدها في الحالة دي إحنا بنبدأ نتعامل على طول لأن لو ما تعالجتش على طول بيبقى فيه يعني بعض المشاكل هي بتعمل المشاكل اللي بتحصل طبعا ناحية نفسية بالنسبة لأم بعض المشاكل مع الرضاع بعض المشاكل لو استنت مع الكلام وخصوصا الحروف اللي إحنا بنسميها ليبيا الليتر اللي هي البي والأم والحاجات دي التعامل معاها بيبقى من خلال عملية بنعملها على سن 3 شهور ممكن نعملها قبل كده لكن عادة إحنا بنعملها على سن 3 شهور بطريقة معينة بنوصل الناحيتين لبعض عارفين طبعا أن فيه جلد وتحطيه عضلات وتحليه غشاء مخاطي بطريقة معينة إحنا بنوصلهم في بعض تاني بنحية الجلد ومن ناحية العضلات ومن ناحية الغشاء المخاطي الداخلي لغاية لما نوصل للحاجة المرضية بالنسبة للطفل الشفا الأرنبية لها سن معين؟ بتتعمل على سن 3 شهور عادة بنعملها على سن 3 شهور لو هي معها في شقف سقف الحل فده يبقى 3 شهور الشفا وبعد سن سنة لسنة ونص بنتعامل مع سقف الحل هل لها أي متابعات؟ أو للطفل بيكبر عادة؟ إحنا طبعا بنتابعه مرة قبل دخول المدرسة علشان نشوف لو فيه أي فاين تاتش ممكن نعمله وبنتابعه بعد كده على سن دخول الجامعة على 17-18 سنة علشان نشوف الأنف هل هي محتاجة أن احنا نتدخل ونعمل فيها حاجة؟ بس زي ما حضرتك عارف أن الأنف عشان نقدر نعمل لها عملية لازم يكون فوق 18 سنة طبعا بما أن احنا رجعنا للأنف فيه سؤال مهم برضه في الأنف الجراحة المفتوحة والجراحة المغلقة هذه المعركة كيف ترعها؟ والله هي كلها وسائل بتوصل لهدف واحد هل هي معركة فعلا؟ لا والله هي في الآخر هي كلها وسائل حتوصلنا لللي احنا عايزين نعمل هي كلها طرق الطريقة المفتوحة هي أسهل وأن تبقى الأنف كلها مكشوفة الطريقة المقفولة هي بتعتمد على حجم المشكلة لو المشكلة بتاعتنا بسيطة يبقى في الحالة دي احنا من خلال فتحات بتاعت الأنف نفسها بنقدر نحنا نحقق الهدف اللي احنا عايزين نعمل لكن في الآخر سواء المفتوحة أو المقفولة بتوصلنا لنفس الهدف هل الطرق غير الجراحية هتعمل مع الأنف كافية؟ حسب المشكلة يعني بعض الأحوال بيكون المشكلة بسيطة فممكن نقطة فيلر تحلها صحيح حكاية الفلر دي حاجة غير دائمة لكن هي بنفس الوقت هي برضو حاجة سهلة لو المشكلة كبيرة يبقى طبعا حبنلجأ للجراحة لجراحة تجميل الأنف هذهب إلى الشفايف في المنطقة احنا دلوقتي في منطقة السنترل صحيح كده؟ تمام تمام الشفايف عندنا الشفايف صغير عايزين نتكبرها وشفايف ضخمة عايزين نصغرها نبدأ الأول بالضخمة لأن هي الحاجة الغير تقل يعني اللي عايزة فعلا شطرة الجراحة هي اللي لنا مقاسات طبعا خاصة بالنسبة للشفا بالنسبة للحاجات اللي حواليها اللي هي الأسنان والفك والأنف بنبدأ نشوف الموضوع والله بالمقاسات بتاعتنا الجراحية لقينا أن لا ده فعلا الشفا فيها زيادة وزيادة ملفتة للنظر على مستوى الشفا العليا أو السفلة فبنبدأ نتدخل بنشوف الزيادة فين بالضبط وبنبدأ بطرق يعني زي مثلا الحالة دي الحالة دي حنلاحظ أن الشفا العليا والسفلة الحجم بتاعها متضخم بنبدأ على طول نتعامل معها بنحدد بالضبط الزيادة وبنقيس بالملي الزيادة فين بالضبط وبنبدأ نتعامل معها بعملية جراحية وبنستقصلها كلام ده من الداخل عشان ما يبانشي أثار جراحية يعني أنا أعطل من حضرتك حاجة إحنا هنمر على العمليات أو هنمر على الجراحات مرة أخرى وعايز حضرتك تقول لي للمريض أو للحالة المرضية نفسها يركز قوي على نقاط معينة للجراح وهو بيعملها يركز قوي على نقاط فنية معينة يعني في صورة مثلا شورت كيس هبدأ الأول بجروح الواجه عندما ننزل لجروح الواجه المريض يأتيك إمتى يركز على إيه قوي التعلمات المهمة الجراحة اللي بيعمل الحكاية التعديل يعمل إيه بالضبط هنبدأ بالنسبة للمريض المريض أول ما يبقى فيه يعني فيه جرح في وشه لازم يدور على مركز أو دكتور متخصص بحيث أنه هو يبدأ يتعامل معاه في الفترة الأولى لأن طبعا لو تعامل معاه تجميليا بدرجة كويسة في الأول طبعا هيأثر معانا بعد كده في النتيجة اللي أنا عايز أقوله برضو المريض أنه هو ما يستعجلش لأن أي مريض بيبقى عنده مشكلة بتاعت جرح الواجه بيبقى دايما مستعجل دايما عايز يخلص من المشكلة فما تستعجلش لأن الجرح بيجي متخيط مش تاني يوم حنعمل عملية على طول لازم ننتظر من 3 إلى 6 شهور لغاية لما الالتقام يكتمل وبعد كده نقرر إحنا نعمل عملية ولا الموضوع أخبره إيه بالنسبة للطبيب لازم ياخد باله قوي 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 من اتجاه الجرح لأن الاتجاه الجرح لو هو عكس خطوط الجلد وجه الطبيب شاله ورحم خياته في نفس الاتجاه بتاعه برضو الجرح الجديد هيبقى عكس خطوط الجلد فحيوسع تاني وبالتالي المريض مش هيستفيد من هذه العمليات برضو تجميل الجفون أو الجفون المريض والجرح وخصوصا أن المرضى بيخافوا لأن المنطقة دي قريبة من العين يا طبعا المنطقة قريبة من العين لكن الشغل مش في العين نفسه يعني الشغل في الجفون وبتبقى طبعا إحنا بنراعي النواحي الطبية بحيث أن العين دي تبقى طبعا في حماية تمة يعني بالنسبة للمريض هو إحنا بنتعامل يتجنب الشمس بعد العملية يتجنب أنه هو يوطي وخصوصا يعني في الصلاة يصلي هو قاعد وخصوصا في الفترة الأولى من العملية أو الأسبوعين من العملية بعد كده بيبدأ يعني يلبس نظارة شمس عشان التورم اللي موجود ويبدأ بعد كده الأمور بتمشي كويس لوحدة بالنسبة للطبيب لازم يكون يعني أخذ تدريب كافي في موضوع تجميل الجفون علشان يقدر يحقق النتائج اللي هو عايزها والمريضه عايزها كمان طب كلمة عن الأذن للأم والأب اللي عندهم اعتقاد أنه الإبن كده حل وإحنا متقبلين وأنه على الجمهور المجتمع أنه يتقبلوا وأيضا بعض الأرى اللي تقولك بلأ ما هو تخلق كده وخلقة ربنا مش هنغير في خلقة ربنا حاجة لأولمعتقد عند بعض الناس اللي عندهم تدين وكلنا متدينين بس ده معتقد خطأ هو طبعا إحنا مش بنغير في خلقة ربنا لأن هي الفطرة يعني مثلا زي الشفة الأرنبي هو خلقة ربنا هل الطبيعي نسيبها كده ما هو اتولد كده مش ده الفطرة مش ده الطبيعة إحنا بنرجع الأمور لطبيعتها يعني إحنا مش بنعمل حاجة إكستريم يعني بناخد مثلا الأزن بدل ما هي هنا أحطها هنا لا إحنا كل الموضوع الديفوهات اللي عاملة مشكلة نفسية للمريض إحنا بنصلحها والمرض النفسي يعتبر لأن الأذى النفسي ده بيخلي المريض ينطوي ويبدأ يدخل في حالات نفسية صعبة إحنا بكل اللي بنعمله بنرجعه الفطرته بحيث يبقى شخص منطق في المجتمع ويعيش الحياة الطبيعية هزب إلى منطقة مهمة جدا وممتاشرة للوقت تسدي عند الرجال الشباب كتير أو عندهم درجة من درجة تسدي بسبب أنه هم بيأكلوا أكل طبعا في فاست فود أكل في هرمونات أيضا الجيم وأخذ المكملات الغذائية أو ما يسمى بي البروتينات بتاعت بناء العضلات لا تأثير سلبي كبير طبعا ودي على فكرة مشكلة نفسية كبيرة عند الشباب يعني بعد الشباب يجي يدخل في البلوغ يلاقي السدر بيكبر 18 سنة السدر يكبر أكتر طبعا مشكلة بالنسبة له كبيرة يعني في الجيم في مصيف مش قادر يتعامل عادي مع زميله طبعا بنقيم الحالة يعني زي ما احنا شايفين هنا العلاج بتاعها إحنا بنعمل فتحة صغيرة بنقوم بالشفط بتاع المحتوى الداخلي وبعد كده بنشيل غدة اللبنية على أساس أنها ما ترجعش تاني وعشان برضو المشاهدين يبقوا عارفين أن السادي ده بتكون من إيه بتاع الرجل دي طبعا صورة هنا قبل العملية وبعد ثلاث شهور من العملية السادي بتكون من جلد وغدة لبنية ضامرة لأن في السيدات لها وظيفة الرضع في الرجالة بتبقى ضامرة ودهون موجود طب لو حصل فيه كبر بنبدأ نقيم الدرجة بتاعتها احنا عندنا فيه أربع درجات واحد أصغرهم وأربع اللي هي اللي هي أكبرهم وفيه ترهل جامل يعني معظم الحالات بتبقى في الدرجة التانية والتالتة اللي هي بيبقى كبر في الحجم وبعد الترهل الخفيف عملية تحت مخدر موضعي بنعمل فتحة صغيرة زي ما شفنا نحقن محلول المحلول ده يخدر المنطقة ويفكك الدهون من بعضها ندخل بالليزر بيعمل ايه ده بيساعد على شد الجلد بعد شفط الدهون بعد كده زي ما شفنا بنبدأ نشفط المحتوى الداخلي كله ونشيل الغدة الصدرية عشان ما ترجعش وبعد العملية بنلبس كرسي الكرسي ده بنلبسه لمدة شهرين ثلاثة شهور على حسب بحيث ان احنا بنصل بدرجة الشد بتاعت الجلد اللي رجعت مرضية ومعظم العنين بيبقوا مبسطين ونقصة ان هو بنج او مخدر موضعي فبتبقى الامور ماشية معك ويسير قبل ان نزل لاي فوتاني ان اسألك عن هذا الجهد الكبير جدا المعمول في قسم جراحة تجميل سوا في الجامعة او في قسم جراحة تجميل في مستشفى عملاق زي مستشفى تأسير الحقيقة اللي حصل تقدم كبير في مستشفى التأسير الحقيقة عملت نهضة كبيرة جدا من ناحية التكنولوجي من ناحية الالات من ناحية تعقيم العمليات من ناحية الخدمة المقدمة للمرضى وده دليل برضو على ادارة ناجحة من دكتور محمد جزر ودكتور احمد جزر ومجلس الادارة كله قفزة كبيرة جدا بالمستشفى التأسير للمستوى عالمي لا الحقيقة مجهود الحقيقة يعني بنقلن كل الشكر والتقدير أنا انبهرت جدا في زيارتي المستشفى الجامعة طبعا تم إنشاء قسم لجراحة التجميل والحقيقة بسم الله ما شاء الله عندنا القسم أكثر من حاجة وعشرين دلوقتي وطبعا دي حاجة كويسة إن شباب الأطباء بدأ يدخل معانا في جراحات التجميل والأمور الحمد لله في تقدم وأنت قدمتها الكثير جدا لجراحة التجميل في منطقة شرخ الدلتة مش مش هقول بس في شرقية انت شرقية ما شاء الله واسماعليا والسويس وبرسعيد صح كده كل والقاهرة كمان يعني ما شاء الله جاهدي جامل دلدان وغاهدي أكاديمي جاهدي كلينيكي رائع جدا أنت نورطيني وشرفتيني الله يخليك وفور السعيدة أنا الأمن لأسعد طبعا ضيف العزيز أستاذ الأساس في جراحة التجميل أكاديمي من طراز فريد حقيقة بيشعدني جدا لقاءه المتميز كالعادة كمية المعلومات الكثيفة الكثير المبسطة التي تدخل العقول والأزهان بشكل جيد جدا كمان دقة التوصيف ده حوار مهم جدا جدا مع خيمة علمية كبيرة في عالم جراحة التجميل هو طبعا ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور على النبيل الصادق يبقى التجميل أيقونة الجراحات واحدة من الجراحات التي لها بريق خاص جدا والتي لها كمان أهمية خاصة جدا هي جراحة ليس فيها الإميرشنسي أساسا إلا في الجراحات التعوضية لكن الخطأ فيها أكيد غير مقبول غير مقبول على الإطلاق ولذلك الدقة فيها مطلوبة للغاية وهذه الثقافة مهمة جدا 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 عشان تفهموها كويس خليكوا دايما مع نفس الحلو النهاردة حوار مثير للغاية وخصوصاً أمقول لكم أنه عنوانه أن خصوط الرجالة أكيد في خطر المفروض أن الدم يسر من الخصية في اتجاه الألب في اتجاه واحد لو حصل أي تمدد أو إطالة في الأوردة الموجودة هذا الصمام يحصل فيه مشكلة ممكن يكون سبب خلل في الصمام ممكن يكون بسبب نقص في الصمام نفسه معظم الناس الذين يذهب إلى الجم يبدأوا بشيئات معينة وهو المدرب نفسه الذي يدهلهم وليس يأتي بشيئة من الصيدلية أو بشرف دكتور حيانا هذه الأشيئات يبقى فيها غنية جدا بالهرمونات هرمونات دي بيبقى فيها هرمونات ذكورة لما أنا بيأخد هرمونات ذكورة بكمية كبيرة جدا دي بتعمل حاجة سمانية في فيدباك يعني بتخلي هرمون اللي هو المنبه للخصة يقل